تراثنا الشعبي مليان بأمثال كتير جداً جزء كبير منها بيقولك إنك تعيش يومك وتستمتع بيومة فكرش في بكرة خالص وجزء تاني كبير منه بيقولك إنك لازم توفر أكتر حاجة تقدر عليها البكرة وتخطط لمستعباتك ففكرة إنك تستمتع بمتع يومك من غير ما تقلق على بكرة الفكرة دي موجودة من القرن الرابع قبل الميلاد وكان بيطلق عليها مذهب المتعة زي ما كان بيسميها الفلاسفة في الوقت ده ومذهب المتعة ده هو مدرسة فكرية أنشأها فالسوف اسمه أريستبيس واللي كان تلميز من تلامزة الفالسوف الكبير سوكرات ومذهب المتعة ده فكرته إن الهدف النهائي لكل أفعالنا في الحياة هو أول حاجة السعي وراء المتعة وتاني حاجة هو تجنب الألم فأريستبيس كان شايف إن الطريق الوحيد اللي يستحق إن احنا نمشي فيه هو الطريق اللي بيجيب لنا السعادة في نهايته فاحنا فعلمنا النهاردة بنعتقد إن الطريق للنجاح معنى إنك تعاني النهاردة علشان تستمتع ببكرة يعني بشكل عملي إن احنا بمجرد ما بنتخرج من الكلية ونشتغل ويبقى عندنا وظيفة فنفضل نشتغل بمنتهى الجدية كل يوم من 5 ل 9 ساعات في اليوم تقريبا وده لمدة سنين طاولة جدا وساعات بنتطر نعيش على الأد وبشكل متواضع قوي وبنحاول إن احنا نوفر بكل الطرق الممكنة وكل ده علشان نستمتع بتقاعدنا لما نوصل لسن المعاش بعد 50 سنة ولكن بقى أريستوبيوس ما كانش بيؤمن بالأفكار دي وما كانش مؤمن خالص بفكرة المتعة المتأخرة وكان بيدعو الناس دايما إنها تستمتع باللي موجود دلوقتي واللي متاح عندهم كان بيعرض فكرة إن انت تعاني في الوقت الحاضر علشان احتمال تستمتع في المستقبل فأريستوبيوس كان شايف إنه بدل ما تقول للطلاب اللي في الكليات مثلا إنهم يذكروا باجتهاد ويدرسوا علشان الامتحانات علشان بعد كده يقدروا ياخد وظيفة كويسة بعد الكلية لا هو مش عايز كده هو عايزك إنك تشجع الطلاب دول إنهم يعملوا صداقات ويحتفلوا ويستمتعوا بحياتهم بكل الصور الممكنة لأن الملزات والمتعة دي متوفرة ومتاحة لهم في الوقت الحالي وبسهولة كمان ولكن بقى من الناحية التانية في ناس شايفة إن أريستوبيوس هو شخص غبي ومعندوش بعده نظر ودعموا رأيهم ده بإنهم قالوا إنك لو استنفست أو أهضرت كل المتعة والملزات اللي موجودة عندك النهاردة فكل الموالد اللي عندك دي هتخلص بسرعة وبالتالي كل المتعة دي هتتحول لألم ففي ناس كتير فقدوا كل شيء هما بيمتلكوه بسبب الإدمان مثلا اللي هو نوع من أنواع المتعة السريعة والناس دي بقيت عايشة في فقر وبقس بسبب استعجالها للملزات والمتعة السريعة دي فطبعا التركيز بس على الملزات السريعة والحالية لنتائج سيئة وسلبية جدا ولكن برضو من ناحية تانية في كده شوية حكمة في المدرسة الفكرية دي لأنه فعلا بكرة مش مضمون لأي حد فينه فإيه هو الهدف إنك تشتغل بجدية من 5 ل 9 ساعات في اليوم ولمدة 50 سنة وفي نفس الوقت تتجاهل كل ملزات الزمن والوقت اللي انت عايش فيه وده بس علشان تستمتع بالحياة وملزاتها لما توصل لسن المعاش اللي انت أصلا احتمال كبير جدا تموت قبل ما توصله وحتى يا سيدي لو وصلت لسن المعاش أو التقاع فالواقع بقى المحزن إن شخص من كل 4 هيصاب بإعاقة بحلول سن الستين وما فوق وفرص حدوث الإعاقة دي بتزداد بشكل كبير جدا كل يوم طيب بعد كل اللي سمعت وعرفته ده هل برضو ما زلت معتقد إنه من الغباء إنك تستمتع بكل الملزات والمتع اللي موجودة حواليك النهاردة فسكرات وغيره كتير من الفلاسفة اللي كانوا عايشين في زمنه كانوا مؤمنين تماما بمذهب المتعة أو اللذة وإنك لازم تستمتع بالحياة النهاردة قبل بكرة ولكن برضو في نفس الوقت فيه فلاسفة كتير جدا كرهوا المذهب ده بتاع المتعة أو اللذة وكمان عرضوه ما كانوش بيحبوه فكون الهدف النهائي للوجود البشر كله هو ببساطة السعي وراء اللذة وتجنب الألم تحول لفكرة أو هدف بلا جدوة ملهاش لازمة ولكن بقى التعارض اللي كان موجود ما بين الفلاسفة في الوقت ده ابتدى إنه يختفي وده مع ظهور المسيحية في اليونان الأديمة وبالتالي الفكرة المتهورة بتاع مبدأ اللذة والمتعة ماتت مع أرستيبيوس ولكن بعد سنين كتير ظهر فيلسوف اسمه أبي كيوريس واللي بيعتبر الأب المذهب المتعة الحديثة واللي أعد تعريف مذهب المتعة من تاني وعلشان يعمل كده كان لازم يبدأ بإعادة تعريف كلمة المتعة أو السعادة بليجر فبالنسبة لأرستيبيوس اللذة كانت حالة من النشوة والإثارة اللي هو الشعور الممتع اللي بتحس بيه لما تاكل أو تشرب حاجة انت بتحبه ولكن بقى بالنسبة لأبي كيوريس فالمتعة هي حالة من الهدوء فبدل ما يشجع الناس أن يبقى كل هدفها أنها تنغمس في الإجباع المستمر لملزاتها ورغباتها فأبي كيوريس كان بيعتقد أن المعنى الحقيقي لللذة والنشوة والمتعة هو قتل الخوف من الموت وفي الوقت ده بس هتقدر تستمتع بكل حاجة حواليك ففي الوقت اللي كان في أرستيبيوس بيشجع الناس في السعي وراء المتعة واللذة أبي كيوريس كان شايف أن كل البشر بيعملوا كل شيء علشان يحصلوا على المتعة ويمتصوا الألم لأنه كان شايف أصلا أن هي دي الحالة الطبيعية لكل البشر في كل الأحوال أنهم يسعوا وراء المتعة ويتجنبوا الألم وعشان أبي كيوريس يدعم موجة نظره دي طلب من كل الناس أنهم يشوفوا ويعرفوا إزاي الأطفال بيتعاملوا مع العالم اللي حواليهم فهم طبعا مش فاهمين العالم ده ماشي إزاي ولكنهم فاهمين حكتين اتنين بس لما بيحسوا بشيء كويس ولما بيحسوا بشيء سيء فلما بيكون فيه شيء كويس الطفل بيكون سعيد وفرحان ولما بيكون فيه شيء سيء الطفل بيبكي وبيبقى عايز يرجع لحالته الممتعة من تاني ولكن دلوقتي انت أكيد بتسأل نفسك سؤال لما كلنا بنسعى وراء المتعة واللذة بس طب الأفعال اللي ما فيهاش أنانية دي أو الأفعال اللي هي عبارة عن فضيلة أو ذات قيمة للآخرين ايه يا الأفعال دي وازاي بنوصف الناس اللي بتعملها لأن بالتالي الأفعال دي مفيش فيها أي لذة أو متعة للشخص اللي بيعملها بالعكس ده ممكن تكون بتحمله مسئوليات وواجبات أكتر كمان الإجابة البساطة أن الأفعال دي بتخلي الناس اللي بيعملوها بيحسوا بنوع من البطولة والبطولة دي في الآخر بتتحول فهق للشخص اللي عملها لشعور ممتع ووفقا لتعليم المتعة فيه نوعين من المتعة المتعة المتحركة أو متعة الحركة معناها أنك تكون في عملية إرضاء للرغبة يعني مثلا لما تكون جعان بتاكل ولما تكون عطشان بتشرب ولما تكون عايز ترتاح بتنام كل الحاجات دي اسمها متعة الحركة أو متعة متحركة أما بقى المتعة الثابتة فهي الهدوء اللي بتحس بيه لما بتنتهي من تلبية كل احتياجاتك في المرحلة دي بيكون الأدرنالين انتهى من إفرازه في كل عروقه وبيكون عندك شعور جميل جدا بالرضى في اللحظة دي بتحس بالهدوء وبتستمر في الإحساس بيه لغاية ما ييجي محله الألم لأنه وفقا لأبي كوريس مفيش حاجة ما بين الإحساسين أو الشعورين دول لأن عدم موجود الألم متعة وعدم موجود المتعة ألم ولكن حتى مع الطريقة دي اللي هي طريقة متوضعة جدا في شرح مذهب المتعة لسه في ناس كتير جدا مختلفين ومش متفقين هل المفروض نستمتع بكل الملذات اللي موجودة حوالينا النهاردة وده من غير ما نفكر في بكرة والسبب في الاختلاف ده هي فكرة إن المتعة هي المصدر الوحيد للقيمة الحقيقية ولكن أنا عايزك تفكر معايا كده لسواني إذا كانت المتعة هي القيمة الجوهرية الوحيدة اللي موجودة في الحياة يبقى إيه اللي بنستفيده من أشياء زي إيجاد معنى في الحياة أو التحقيق وعمل حاجات عظيمة وبناء علاقات طويلة ووطيدة مع البشر اللي حوالينا ونحافظ عليها أو إنك تحاول إنك تبقى أسطورة أو رمز في مجال معين أو حتى إنك تحقق حاجة بسيطة في إنك تبقى شخص متدين مثلا أو إنك تتمسك بمجموعة من المعتقدات الأخلاقية اللي تؤمن بيها ولها معزة في قلبك وحياتك فممكن دلوقتي إن الأشخاص اللي بيتبعوا وبيؤمنوا بمذهب المتعة يجدلوك ويقولوا لك إن الحاجات دي مرهاش قيمة في ذاتها وإن هي لها قيمة بس علشان إحنا بنستمتع بيها لكن مثلا شيء زي إنك تتمسك بمعتقداتك الدينية ده شيء مش ممتع في الواقع بالعكس ده في معظم الأوقات بيأيد المتعة بتاعتك لكن في نفس الوقت المعتقدات دي بتدينا إحساس بالرضو والإحساس ده بالنسبة لنا أفضل وأحسن كتير من المتعة اللي بنتخلى عنها طيب لو كانت المتعة الزاتية هي لوحدها هدف الوجود البشري فالناس مش هتفكر أبدا إنها تقف أو تحارب ضد أي شيء غلط في مجتمعهم حتى لو الشيء الغلط ده بيأثر عليهم بشكل سلبي وهتبقى الأنانية هي السمة السائدة في المجتمع اللي إحنا عايشين فيه لكن إحنا بنشوف كل يوم أشخاص بيخبلوا رغباتهم ومتاعهم على جنب وبيساعدوا الناس اللي حواليهم حتى كلامهم ومواقفهم بيكونوا في صالح المجتمع وبس وحتى لو مواقفهم دي هتأثر على علاقتهم بأهلهم وأصدقائهم وده حتى لو المواقف اللي بيدافع عنها دي ما بتأثرش على حياتهم بشكل مباشر فلو كانت الأشخاص دي بتجري وراء ملازاتها وبس كان هيبقى المجتمع مجتمع محط وما كانش هيبقى فيه أي فرصة لتغييره لأن في الوقت ده متعتنا الشخصية بس هي اللي بتتحكم فينا طيب في مشكلة تانية بيواجهها أتباع مذهب المتعة وده لما بيجدلوك حوالي المعتقداتهم وهي قيمة الواقع يعني لو المتعة دي هي الهدف النهائي في الحياة فمش مهم بقى إذا كانت المتعة دي متعة حقيقية أو متعة وهمية متخيلة يعني صح؟ يعني لو الناس قدامها فرصة إنها تعيش متعة غير محدودة فمت هيقلي في الوقت ده مش هيرفضهم ومش هيختاروا أي حاجة تانية صح ولا إيه؟ وعلشان بقى نجاوب على الأسئلة دي ففي واحد اسم روبرت نارزك ابتكر تجربة فكرية بإنه خير الناس ما بين خيارين وطلب منهم إنهم يختاروا ما بين إنهم يتوصلوا بآلة تديهم المتعة بقية حياتهم وبين إنهم يعيشوا واقعهم الحالي بكل الألم اللي موجود حواليهم وطبعاً إنت أكيد هيجي في بالك دلوقتي إنهم أكيد هيختاروا الاختيار الأول إنهم يتوصلوا بآلة تديهم المتعة لبقية حياتهم ولكن الحقيقة إن الناس دايماً بتختار الحقيقة وبتفضل الألم الحقيقي على أنها تعيش حياة مش حقيقية ما نهاش معنى ولا فايدة فأفضل الزكريات هي الزكريات اللي بتفتكرها بسرور وألم في نفس الوقت إبراهام لينكلين بعد عشرين سنة لمغادرته لمنزل الطفولة اللي عاش فيه رجع علشان يشوف المكان كله في حالة خراب كامل فلما شايفه نزلت الدموع من عينه وقال إنني أرى منزل طفولتي مرة أخرى وأنا حزين على المنظر وما زالت الذاكرة تغمر عقب وهناك متعة في ذلك أيضا فالمزيج الجميل ده من اللذة والألم ده شيء مش بيوفره مبدأ اللذة للعالم يعني مثلا لما تتخرج من المدرسة السنوية بتاعتك طبعا هتكون متحمس جدا للمغامرات المستنيات في الكلية ففي أغلب الظن هتسيب بيتك لأول مرة في حياتك وفي الغالب يعني هتعيش لوحدك ولكن في نفس الوقت هتكون مستمتع بالتجربة اللي انت هتعيشها فده شعور ممتع ولكن مؤلم في نفس الوقت لأنك هتفتقد لحاجات كتير زي أصحابك اللي كانوا موجودين معاك في المدرسة السنوية وهتفتقد أهلك وإخواتك والمجتمع اللي انت نشأت وتربط فيه وبرغم كل الأفكار المؤلمة دي اللي بتستحوز على العقلك وقتها بس برضو هيكون في متعة مذهب المتعة بقى شيء مرفوض في العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه وده لأنه بيفتح الباب قدام فخ ممكن نقع فيه بمنتهى السهولة وهو إن المتعة رغبة لا تشبع يعني لما بتحس بالجوع وتم لبطنك مش بتعدي غير ساعات قليلة وبعدها بتجوع تاني وبتدور على حاجة كلها يعني دايرة ما بتخلصش فعلشان كده لو اللاذة أو المتعة هو السبب الكامل اللي وودك في الحياة فممكن جدا إنه يبقى شيء صعب إن احنا نتحكم فيه وهي دي على فكرة الطريقة اللي بيصبح بيها معظم الناس بودمنين فالموضوع بيبتدي على إن مجرد متعة أو لز عابرة وهتنتهي وخلاص ولكنك بعد كده بتستمر في السعي وراء المتعة دي وإنك تشبعها وبعد كده بيكون صعب عليك جدا إنك توقفها وبيكون عندك تعطش كبير جدا للحاجات دي ما بينتهيش وما بينفعش أو ما بتقدرش كمان إنك تسيطر عليه فده فخ بيكون صعب جدا إنك تخرج منه وبيكون شيء أغلب الناس بيتعلقوا به لنهاية حياته ولكن ده مش معناه إن احنا ما ينفعش نتعلم شوية حاجات من مبدأ اللذة فكلنا عارفين إنه بكرة ده مش مضمون وعلشان كده لازم نستفيد أقصى استفادة من النهاردة أو اليوم اللي احنا بنعيشه فحاجات زي إنك تاخد قرار واعي بإنك تستمتع ببعض الملذات اليومية ممكن تساعدك في إنك تعيش حياة أكثر سعادة خد أجازة يوم أو أكتر وتفسح مع أصحابك وأض وقت ممتع روح سينما روح مسرح وتفرج على مصر في الاستاد واستمتع بحياتك ما تستناش لما تطلع على المعاش علشان تعمل اللي كان نفسك فيه وتستمتع بحياتك خد أجازة الشغلة أو الترقية اللي إنت مستنيها ممكن تستنى شوية كلم أصحابك والناس اللي بتحبوهم كتير واستمتع معاهم بالدنيا إنك تستغنى ساعة عن وقت دراستك أو شغلك مش هتعطلك كتير ومش هتخليك تفشل ولا حاجة فحتى لو ما كانش السعي ورأي المتعة هو الهدف النهائي للوجود البشري فهو بالتأكيد مسعى وهدف لازم نهتم بيه اشتركوا في القناة